لكل مدينة موروثها الشعبي وأطباقها الخاصة في العيدة في معان لا يكتمل العيد إلا بطبق المجللة الذي يحرص المعانيون على أعداده بطريقتهم الخاصة يتسيد طبق المجللة مائدة إفطار لمعانيون في كل عيد محافظين بذلك على تراث الآباء والأجداد خبز يصنع خصيصا لهذه سماكة عالية يقطع قطعا صغيرة لتهرس بعد ذلك بعد إضافة البندورة المطهوة إليها ذات القوام الكثيف لتخلط جيدا ببعضها تمهيدا لإضافة السمن وقطعا من البصل المحمص إليها كما يقول الحاج أبو أيمن الذي اعتاد إعدادها لأكثر من أربعين عاما المجللة هي من أعدادنا الاجتماعية اللي بنقدمها للضيوب والأقارب في العاد وصارها أكثر من مئة عام وحنا على هذه العادة المجللة أنواعها هي مع اللبن مجللة مع اللبن ومجللة مع البندورة ومجللة مع خلط اللبن والبندورة المجللة اللي بيقوم في فتة هم الشباب لأنها تحتاج إلى جهد وعضلات فأكثر من الصبايا اللي بيقوم فيها بتكلفة تصل إلى 17 دينارا للطبق الواحد وبعد ثلاث ساعات عمل تقدم إلى الضيوف كوجبة إفطار يجتمعون حولها لتجتمع بذلك ذكرياتهم وأمالهم في أجواء لا تتكرر سوى مرتين في السنة أحمد العجلوني رؤية ترجمة نانسي قنقر